اشتركوا في القناة السوداني يطالب باتخاذ ما يلزم من اجراءات ضد من وصفهم بدعاة الفتنة توجه اوروبي لرفع بعض العقوبات عن روسيا لحملها على السماح بتصدير الحبوب الاوكراني ادان المجلس الوزاري للامن الوطني بالعراق باشد العبارات لاعتداء التركي الذي استهدف احد المنتجعات السياحية بمحافظة ديهوك وتسبب في سقوط تسعة قتلى وثلاثة وعشرين جريحة ووجه المجلس وزارة الخارجية باعداد ملف متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة وتقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي والامم المتحدة كما وجه المجلس وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وابلاغه الادانة بالاضافة لاستدعاء القائم بالاعمال العراقي من انقرة للتشاور مع ايقاف اجراءات ارسال سفير جديد الى تركيا كما وجه المجلس قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية وطالب المجلس تركيا بتقديم اعتذار رسمي وسحب قواتها العسكرية من جميع الاراضي العراقية كما جدد المجلس رفضه ان تكون ارض العراق منطلقا للاعتداء على اي دولة او ان تكون ساحة لتصفية الحسابات ورفضه بشدة وجود اي تنظيم ارهابي او جماعة مسلحة على اراضيه في غدون ذلك تجمع عشرات المحتاجين العراقيين في محيط السفارة التركية في بغداد وندد المحتجون بانتهاكات تركيا في العراق مطالبين بوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة انقرة عليها من جهتها قالت تركيا انها تقف ضد الهجمات التي تستهدف مدنيين وانها تتخذ كل الاجراءات اللازمة لتجنب سقوط ضحايا مدنيين في عملياتها لمكافحة الارهاب على حد قولها قصف تركي للعراق هو ليس الاول وقد لا يكون الاخير لكن هذه المرة المدفعية التركية استهدفت منتجعا سياحيا في قضاء زاخو ليسقط قتلا وجرحا كلهم من السياح الذين وفدوا للمنتجع لترفيه عن انفسهم وراحت بها واشهداء وعالم ابرياء اللي هم بغرض رايحين للسياحة للونسة راحوا شو انا قولك راحين يتونسون رجعوا بتوابيت فمع الاسف نطالب من الحكومة العراقية الرد السريع ردود الافعال السياسيا حملت استنكارا شديدا لهجة للقصف التركي بدءا من رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة وصولا لاطراف سياسية اخرى كان اخرها زعيم التيار الصدري والتي رفضت اي مسوغ امني للاعتداء على المواطنين العراقيين ودعت الى تدويل الامر وقطع العلاقات الدولوماسية والامنية وغلق الحدود مع تركيا ردود الفعل والاستنكارات من قبل كل زعماء السياسيين لربما هذه المرة تختلف عن المرات السابقة خصوصا هناك بوادر تشكيل حكومة واستقطاب رئي الشعب العراقي لربما تكون قرارات حقيقة رادعة للجانب التركي منها قطع العلاقات وطرد السفير التركي وتدوين القضية وكانت بغداد قد حاولت لاكثر من مرة معالجة الخلقات الامنية التركية المتكررة على العراق عبر مذكرات احتجاجات وادانات عديدة إلى أنها يبدو هذه المرة على استعداد لتدويل الأمر وإحالة هذا الملف إلى الأمم المتحدة فضلا عن إمكانية استخدام الورقة الاقتصادية والشعبية ضد تركيا محمد فاضل الغد بغداد معنا منا بغداد دكتور علي التميمي الخبير السياسي والقانوني أهلا بك معنا دكتور علي إذن المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق يكلف وزارة الخارجية العراقية بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة لماذا هذه المرة؟ هذا الاعتداء التركي هو ليس الأول صحيح بسم الله الرحمن الرحيم أحييك أخي العزيز والسادة المشاهدين طبعا بالتأكيد مبدأ السيادة مصان ومحترم في ميثاق الأمم المتحدة بحيث أنه أستاذنا الميثاق الأمم المتحدة يتكون من 11 مادة أغلبها تؤكد على سيادة الدول مثلا المادة 1 و 2 و 3 وتمنع الدول من أن يعتدي بعضها على البعض الآخر مثل ما تفضلت لأول مرة العراق يبدو مصرا بشكل كبير على تدويل القضية لأن كان في السابق الطلبات التي تقدم إلى مجلس الأمن هي عرض حال لكن هنا في هذه الحالة يحتاج من العراق أن يطلب من مجلس الأمن وفق المادة 93 من الميثاق أن توضع تركيا تحت طائلة الفصل السابع للميثاق لأنها تهدد السلم من الأمن الدوليين ناهيك أستاذ على أن هذه الجرائم ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وفق المادة 92 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية لسنة 1948 للعراق وتركيا هم مقعين عليها لهذا العراق أمام كل السبل القانونية وأيضا الدولية ليس فقط المجلس الأمن حتى محكمة العدل الدولية التي تأخذ بمسألة الإبادة الجماعية وهذا القصف قتل ودمر الكثير من القرى في شمال العراق في أقليب كردستان وهذه آخرها كما أشار التقرير ولهذا الحلول الكثيرة أمام العراق مثلا توجد اتفاقية بين العراق وأمريكا هي 2008 مادة 27 منها تتيح للعراق أن يطلب مساعدة عسكرية أمنية في حالة تعرض للخطر طبعا استاذنا تركيا تتحجج بوجود حزب العمال الكردستان لا هي تركيا قالت يا دكتور علي اسمح لي تركيا قالت أنها لم تقصف مدنيين هكذا تقول تركيا بمناسبة كيف للعراق أن يثبت بالقانون الدولي أن هذا القصف الذي تسبب في مقتل 9 وأصاب 23 في منتج عن سياحي في ديهوك الذي يقف وراءه هو تركيا هو القاعدة القانونية استاذنا تقول ما بني على باطل هو باطل تركيا دائما تتحجج بحجج واهية مرة تقول الاتفاقية عام 1988 مع النظام السابق تتيح لنا أن ندخل العراق مرة تقول بأنه المادة 51 من الميثاق الأمم المتحدة التي تتيح حق الدفاع الشرعي تتيح وإذا لو ترجع لهذه الاتفاقية مثلا هي لم تودع في الأمم المتحدة هي ليست اتفاقية دولية وإنما اتفاقية ثنائية انتهت بتغير الدستور لهذا بس العافية تفضل لهذا تركيا يعني اللي يثبت أنه هي التي ضربت أنه حزب العمال الكردستاني البكاكي لا أدافع عنهم هو أيضا مصنف إرهابية لكن هو يضرب تركيا هو ضد تركيا لا يأتي إلى الخلف فالتركيا لديها حتى قواعد في العراق قواعد كثيرة لكن تركيا لم تقصف يعني مقرا للبي كي كي يا دكتور علي هذا هو سؤالي نحن الآن لا نتحدث عن نواية لا نتحدث عن افتراضيات نتحدث عن شك ورسمية لمجلس الأمن نتحدث عن القانون هل لدى العراق برأيك دليل على أن الجاني في هذه الجريمة التي ترقى إلى جريمة حرب هو تركيا صحيح هو هذا الذي يثبت ذلك الأمم المتحدة في الكثير من الأحداث المشابهة التي حصلت في بلدان مختلفة عندما كانت نزاعات على عرض الواقع طبعا توجد اتفاقية هي حماية الممتلكات الخاصة وحماية الأفراد أثناء النزاعات المسلحة الدولية الأمم المتحدة هي التي تستطيع أن تثبت ذلك العراق عندما يقاضي تركيا على دخولها العراق نقامة القواعد العسكرية اختراق السيادة هم يتحججون تركيا بوجود حزب العمال الكردستاني البككي هذه مشكلة مع تركيا ليس العراق العراق ليس ساحة للنزاع طيب لهذا تركيا لو لجأت لو لجأت إلى أنه تفاهمت مع الحكومة العراقية بإخراج البككي لكان أفضل من أنه تخترق الحدود وتقيم قواعد وهم دول أستاذنا يعني البككي يعني متحصنين بجبل جبل قنديل لو أتت كل الجيوش الدولية ما تستطيع أن تخرجهم يا أستاذ طيب طيب كل الجيوش الدولية كلها يعني طيب الآن بغداد رسميا بعد اجتماع انتهى منذ قليل للمجلس الوزاري للأمن الوطني طالب أنقرة باعتذار رسمي أغلب الظن أن أنقرة لم ولن تعتذر ماذا سيكون الحال طبعا والله تركيا شوف أستاذنا العزيز تركيا يعني الأتراك عبر التاريخ يمتازون بالعناد العناد الشديد وطبعا العراق هنا لا يهمه بعد ذلك أن تعتذر تركيا أو لا تعتذر هو عليه أن يسلك الطرق الدولية يعني القنوات الدولية مجلس الأمن الأمم المتحدة بحكمة العدل الدولية أيضا طريق آخر داخلي هو الداخل العراقي هما عندهم يعني واردات من العراق تبلغ سنويا 20 مليار دولار كواردات من التجارة والشركات اللي في العراق لو استعبل العراق هذا السلاح ومسك تركيا من اليد التي تألمها ومنع دخول البضائع طيب وأيضا يعني حتى منع الزيارات إلى تركيا السياحة سيحطم الاقتصاد التركي بشكل كبير هذا سلاح العراقي يحتاج إلى سؤالي الأخير يا دكتور علي لو تكرمت الآن العراق سياسيا وحزبيا ليس على قلب رجل واحد هل تعتقد حضرتك أن تلك الحالة العراقية الآنية تجعل كثيرين يتجرؤون على العراق والله أستاذ هو في حالة الأزمات في حالة المشاكل عادة أن الشعوب تتوحد حتى إن كان هناك اختلافات هذا التاريخ يقول ذلك لهذا يعني هنا عندما يتساقط ناس أبرياء سياح هم ذاهبين للإصطياف أو قرع كاملة تباد نساء أطفال قصف عشواعي من تركيا يعني هذا الدليل وليس فقط هذه الحادثة حوادث سابقة كثيرة هذه توجب من الحكومة العراقية حقيقة أن تتوجه بشكل كبير خصوصا كما قلنا أنه توجد اتفاقية بع الولايات المتحدة توجد أيضا اتفاقية جامعة العربية منظمة المؤتمر الإسلامي هاي كلها تتيح للعراق أن يستعين بها ماذا للجامعة العربية تقول لك أي احتداء على بلد عربي المادة ستة من الاتفاقية يعتبر احتداء على يعني كل سنة خمسين يا دكتور علي هذا الكلام هذه هي جنود سنة خمسين سنة خمسين موعد اتفاع العربي مشترك سنة خمسين أرتفاع خمسين هي نافذة ما هي هي نافذة يا أستاذ ما هو نافذة أشكرك أشكرك يا دكتور علي التميمي الخبير السياسي والقانوني كنت معنا من البغداد شكرا جزيلا لك طالب مجلس الأمن والدفاع السوداني الجهات الأمنية والقضائية باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عاجلة ضد من وصفهم بمثيري النعرات العنصرية ودعاة الفتن سواء أكان ذلك باستخدام الوسائط أو وسائل التواصل الاجتماعي أو باستخدام أي أسلوب آخر يؤثر على السلم المجتمعي استعرض للجنة الفنية الموقف الأمني بالتركيز على تداعيات ما جرى مؤخر من أحداث بإقليم النيل الأزرق وما صاحبها من تأثير سالب لبعض مما يتم تداوله من خلال الوسائط ومواقع التواصل الاجتماعي من تحريض على الاستفافة القبلي وترويج لخطابة كراهية وتشجيع على العنف مما يؤثر على الأمن الوطني السوداني وقررت الآتي أولا توجيه جميع شركات الاتصالات بالبلاد بوقف التعامل فورا مع بطاقات الاتصال غير المسجلة طبقا للرقم الوطني وبطاقة الهوية لجميع الشبكات على أن تتحمل هذه الشركات التبعات القانونية لأي مخالفة تتعلق بذلك ثانيا على الجهات العدلية والأمنية اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عاجلة ضد مثيري النعرات العنصرية ودعاة الفتنة سواء كان ذلك باستخدام الوسائط أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي أسلوب آخر يؤثر على السلم الاجتماعي والطمأنينة العامة ينضم إلينا من خرطوم أشرف عبد العزيز رئيس تحيير صحيفة الجريدة السودانية أهل بك معنا سيد أشرف الآن مجلس الأمن والدفاع يطالب الجهات القضائية بمعاقبة مثير الفتن كلمة مثير الفتن هنا ما المقصود بها؟ ما هي فتنة السودان حاليا؟ مثير الفتن يقصد بها الذين يسيرون خطابة الكراهية الذي يمكن أن يؤدي إلى مزيد أو تفاقم النزاعات القابلية التي بدأت تجد رواجا واسعا في السودان هذه الأيام والتي بدأت في الشرق وامتدت إلى القرب في منطقة كرينيك بولاية قرب دارفور ويسمى الآن انسحبت وعادت لتتجدد مرة أخرى في ولاية النيل الأزرق التي تقع في جنوب السودان طيب قضائيا هنا ما هي التهمة؟ الجهات القضائية استلمت هذا التوجيه من مجلس الأمن والدفاع ما هي الخطوة التالية؟ الخطوة التالية بالتأكيد يعني من يسير هذه النعرات ومن يتحدث بشكل من خطابة الكراهية بالتأكيد ستقوم السلطات بفتح بلقات ضده ولكن أخشى أن تكون هذه البلقات هي فقط أيضا تستخدم في إطارات أخرى بشأنها تصفية الصراع تصفية الحسابات مع الخصوم هناك كانت ممارسات سابقة في حد البشير كانت بزاعة الوتيرة ولكنها أصبحت في نهاية الأمر لتصفية الحسابات بين الحكومة وخصومها ولكن هذه المزالة هي ضرورية ومهمة وأساسية في زر تصاعد خطابة الكراهية التي بات ينتظم معظم وسائل التواصل الاجتماعي طيب هل هناك خط فاصل بين من يشير فتنة تهدد أمن وصفاء المجتمع السوداني ومن يعارض فكرة أو سياسة هو غاية تتباين المواقف وتتغاطع في كثير من أوجوهها خاصة فيما يتعلق بالنظام الحكم في السودان وفيما يتعلق بالنظام الحكم المحلي واستخدام الغبائل في وقت ما في الإطار السياسي خاصة في عهد البشير هذا أثر بقدر كبير على أن تكون هذه القبائل عرضة للإستقطابات السياسية وأيضا استخدامها في الماليشيات في مواجهة المتمردين أيضا مدها بالسلاح وبالتالي أصبح من السهل جدا أن تنفق في النار ومن ثم تجتاح هذه النار كل الغبائل التي تتواجد في منطقة ما إذن واحدة من الإشكالات الأساسية فيما يتعلق بهذا الجانب أن هناك ثغرات يمكن أن ينجم عنها هذا الاقتتال أو هذا النزاع وهذا ما تتخوف منه السلطات بأن يتمدد أكثر خاصة وأن اتفاقات السلامة موقعة لم تستطيع أن تنتشل هذه النزاعات بشكل نهائي طيب الآن الأخبار تؤكد يا سيد أشرف أن حصيلة القتلة في ذلك الاقتتال القبائل القبائل في النيل الأزرق تجاوز المئة قتيل رقم مؤسف للغاية ما هي آخر مجهودات الحكومة السودانية لسيطرة على الوضع؟ الحكومة هي أرسلت فرق أسكرية إضافية في محاولة منها لإقامة العزل بين أطراف الصراع ولكن في تقديري المزألة ستزداد عمقا فيما يتعلق بالصراع لأن الموسم الزراعي الآن قد بدأ والصراع في الأساس هو حول الأرض ولكن تدخلت أيضا نعياتي سياسية وعملت على الاستطاب هو مهجزادة من حدة الصراع إذن على الحكومة أن تعمل أيضا على تأمين الموسم الزراعي في هذه الولاية وأن لا تقع أي إشكالات في المناطق خارج المدن لأن ذلك من شأن ينجح للصراع بشكل أكبر ويصبح كالمنهال الزمنية التي لا تنتهي فصل لنا الأمر يا سيد أشرف لماذا توجه انتقادات إلى السلطات السودانية وهي تحاول أن تخمد نيران هذه الفتنة في النيل الأزرق وغيرها لماذا يقال أن الخط الأمني الحالي أدى إلى ارتفاع وطيرة النزاعات لأن السلاح منتشرا ولأن الترتيبات الأمنية فيما يتعلق باتفاقية جبل السلامة التي وقعت بين الحكومة وحركات كانت متمردة على الخرطوم في العام 2020 لم تكتمل حتى الآن وهذا ما جعل أن كثير من هذه القبائل هي تستلصر أحيانا ببعض الذين ينتمون لهذه الحركات المسلحة أو بعض الحركات الأخرى التي تعتبر جزء من الحكومة مثل ماليشيات الدعم السريع كل ذلك من شاهد أن يؤثر بقدر أساسي على وجود السلاح بين أيدي القبائل وهذا يعني حصات مزيد من الأرباح إذا لم تكتمل هذه الترتيبات الأمنية من الصعوبة بمكان أن يتم نزع السلاح من هذه القبائل إذن واحدة من الإشكالات الاتفاق نفسه حتى الآن يصير ببطء ولم يتم اكتمال أكبر بند فيه وهو بند الترتيبات الأمنية دون ذلك بالتأكيد سيكون هناك تأثير كبير جدا على مستوى الأرض سؤال الأخير يا سيد أشرف مثل هذه الأزمات المتكررة في السودان مثل هذه الحالة الرخوة للغاية للقطاع الأمن في السودان ألا تتخوف سيد أشرف من أن يتدخل الغرباء ألا تتخوف من أن يكون هناك من له مصلحة خارجية من خارج السودان في تأجيج هذه الفتن وربما تكون هناك أصابع خارجية لكن في كل النزاعات التي كانت نشأت مؤخرا ربما تكون الأطمع والنفوذ تدخل في إطارها ولكن ليس بالمعنى البعيد بأن هناك تدخل خارجيا من غبل جهات أخرى وهو الذي تسبب في هذه الأحداث في تقديري الأمر سهلا يمكن حله إذا كانت هذه الحكومة الحالية وافقت على العودة مرة أخرى إلى المسارد الديمقراطي وتم تشكيل حكومة مدنية هذه الحكومة المدنية تعاملت إلى عمل مؤتمر دستوري يحدد فيه كيف يحكم السودان مستقبلا تشارك فيه كل القوى السياسية وزعامات هذه القبائل وهذه القبائل وكل النقبة السياسية حتى يتفقون برضى تام على الآلية التي يمكن أن يحكم فيها السودان وتوزيع الموارد وهذا مشاني أن ينتشل هذه الأزمة ولم ترامح مكانها مرة طبوة أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة السودانية كنت معنا من الخرطوم فشكرا لك قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن واشنطن ستعلن في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تضم أربعة من أنظمة هيمرس الساروخية وأوضح أوستن في لقاء مع المجموعة الغربية لتنسيق تقديم المساعدات لكييف أن المساعدات الإضافية لأوكرانيا ستشمل أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية وأضاف أن أنظمة هيمرس استخدمها الأوكرانيون بشكل فعال إلى حد سمح بتغيير الوضع في ساحات المعارك يأتي هذا في وقت أعلن فيه حلافاء أوروبيون لأوكرانيا عن قرب توقفهم عن تقديم الأسلحة لهذا البلد الذي يخود حربا مع روسيا اقتربت من دخول شهرها السادس ويأتي هذا التطور تزامنا مع مقترح أوروبي بالإفراج عن أموال المصارف الروسية لدعم تجارة المواد الغذائية تطلق القذائف فتسقط في أرضك ربما هذا هو حال أوروبا في ملف العقوبات المفروضة على روسيا ويبدو أن هذا ما تسعى القارة العجوز إلى تداركه بالخروج من أرض المعركة في أوكرانيا ما فسره المراقبون على أنه تراجع أوروبي برز في اقتراح المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء بالإفراج عن بعض أموال المصارف الروسية المجمدة بموجب عقوبة التكتل الأوروبي بهدف دعم تجارة المنتجات الزراعية والغذائية بما في ذلك القمح والأسمدة وتعلل الأوروبيون في هذا المقترح بأنهم يتعرضون لضغوط من شراكائهم الأفارقة الذين كانوا يستوردون أكثر من نصف قمحهم من أوكرانيا أو روسيا قبل الصراع وبموجب العقوبات المعدلة يخطط الاتحاد الأوروبي كذلك إلى تسهيل صادرات المواد الغذائية من الموانئ الروسية لم يقتصر الأمر على الاتجاه إلى رفع العقوبات بل إن حتى الإحجام عن دعم أوكرانيا بالسلاح بات مطروحا على الطاولة هذا ما جاء في تصريحات مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة الداخلية ياري بريتون الذي أعلن أن الاتحاد يعاني حاليا من نقص في الذخيرة والمدفعية وأنظمات الدفاع بسبب إرسال المساعدات العسكرية لأوكرانيا وذكر المسؤول الأوروبي أن هذا الاستنزاف يخلق حالة من الضعف يجب معالجتها في إشارة إلى التوقف عن تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا وعلى الدرب ذاته سرعان ما صارت وزيرة الدفاع الألمانية مشيرة إلى أن بلادها لم يعب بإمكانها تقديم الكثير من المعدات والأسلحة من مخزونات الجيش الألماني لكييف وإذا ما أقدم الحلفاء على هذه الخطوة قد تتفاقم الصعوبات على أوكرانيا التي تواجه بالأساس معضلة اللوجستية في استخدام السلاح الوارد إليها من الغرب وأبرزت صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية هذه المعضلة بالإشارة إلى أن كييف تطلق أسلحة وأنظمة معقدة متعددة دون توفير التدريب الكافي عليها أو إمداد كييف بقطع الغيار اللازمة لها ما يبدد استفادة البلد الغارق في الحرب من مثل هذه المساعدات ينضم إلينا من كييف ميكولا زاميكولا كبير البحثين في المعهد الوطني للدراسات العسكرية والاستراتيجية أهلا بك معنا سيد ميكولا كما تبعت معنا الغرب ربما الدول أهلا بك الدول الحلفاء لأوكرانيا في أوروبا ربما بدأوا يقولوا الآن لم يعد لدينا شيء الليلة قالت وزارة الدفاع الألمانية لم يعد لدينا سلاح لنعطيه إلى كييف كيف تتقبل كييف هذه التصريحات؟ كما تعرف أن ألمانيا دائما بطيعة في تقديم المساعدة لنا نحن نفهم بأنهم ليسوا المانحة الأساسية لأوكرانيا أو من المانحين الرئيسيين ومن الأخبار الأثيرة الولايات المتحدة أكدت عن أنها سوف تقدم أسلحة إضافية وأسلحة ثواريخ وأيضا سيكون هناك مدفعية متطورة من فرنسا ومصادر أخرى أعتقد بأنه لا ينبغي أن تأخذ ألمانيا في الأعتبار كشريك أساسي ورئيسي في مثل هذه الاتفاقات مجرد أحد المصادر ربما تتراجع ألمانيا عن موقفها من تقديم مزيد من الأسلحة ولكن هناك شركاء آخرين بولندة تقدم نظم مدفعية متطورة وسوف تقدم أيضا دبابات بولندية متطورة وبالتالي فليس هناك أي مشكلة بالنسبة لحلفاء أوكرانيا طيب عسكريا أيضا يا سيد ميكولا والستريد جورنال تقول أن السلاح الغربي بات يشكل معضلة للجيش الأوكراني المقاتل الأوكراني لا يعتاد هذا السلاح هو أعتاد فقط السلاح الروسي هل تعتقد أنت أيضا ذلك؟ على الإطلاق نعم من الناحية الإحصائية كما أشرت لكن هناك سوء تفسير في الأمر هم أعتادوا على استخدام الأسلحة الغربية بفعالية ونرى النتائج خلال الشهور الأخيرة في شهر يونيو ويوليو كان هناك تقدم نجد بأن استهداف للقيادات الروسية من خلال أسلحة مثل آيمرس وغيرها من الأسلحة الغربية المتطورة وأيضا من الفرق الفرقة 12 أيضا نرى بأن هناك هجمات استهدفت مثل هذه المراكز العسكرية باستخدام هذه الأسلحة الغربية بفاعلية الأمر لا فسر خطأا بأن الجنود الأوكرانيين لا يستطيعون استخدام هذه الأسلحة بدون تدريب التدريب مستمر منذ شهر إبريل وشهر مايو ربما استغرق الأمر بعض الوقت كان هذا تحدي بالنسبة للجنود لأن يتدربوا على هذا السلاح غير المعتاد بالنسبة لهم لكن أتت جهودهم أتت جهودهم بثمارها مؤخرا ورأينا من بولندا ومن ألمانيا ومن دول أخرى تدريب على هذه الأسلحة ونفس الأمر بالنسبة لنظم الأمريكية وتدريب المقدم ولذلك نقول بأن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد لكن أيضا الضباط الذين لديهم خبرات كبيرة في المعارك هم على الخطوط الأمامية ويعرفون كيف يحاربون لديهم الخبرات ولديهم التدريب من أجل معرفة استخدام مثل هذه المعدات والأسلحة عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا تحديدا فقدم الدول الغربية لنا الخبرات وللجنود الآخرين على استخدام مثل هذا السلاح عبر مشاركة الخبرات هذه كانت مشكلة لكن الجيش لدينا اعتدى على استخدام هذه النظم الغربية وهذه العملية مستمرة حتى الآن طيب ميدانيا يا سيد نيكولا اسمحني 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 ميدانيا اسألك الآن ميدانيا على سنة المعارك لماذا في الساعات الأخيرة تصير القوات الأوكرانية على تدمير جسر نهر دينابرو بشكل تام ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذا الجسر؟ نعم أتفهم هذا كما نرى هذا الجسر على دفاف هذا النهر نقطة استراتيجية واستراتيجية لروسيا وللكوات الروسية حيث يعتمدون على هذا الجسر في الإمدادات وبالتالي سيكون نقطة حيوية واستراتيجية ونجد بأن في هيرثن وفي نقطة أخرى هناك جسرين إذا ما حدث دمار سيكون هناك الصيانة من الضفة اليمنى لتجنب هذا التهديد فهذا يمنع فرصة كبيرة لتعزيز موقفنا وبالتالي في هذا الاتجاه وأن نستعد أكثر للهجوم المضاد في هذه الجزئية يمكن أيضا أن يؤدي إلى انسحاب من عدد من القوات الروسية إذا ما واجهوا صعوبات بسبب انقطاع الإمدادات عبر هذا الجسر الليلة أيضا المفاوضية الأوروبية ربما أوصت بالإفراج عن أموال البنوك الروسية لحمل روسيا على المضي قدما في تصدير الحبوب مرة أخرى هل تعتقد أن ذلك انتصار لموسكو في معركة العقوبات؟ أعتقد أنه علينا أن نتفهم هذا الإدراء في سياقه إن مشكلة الغذاء مهمة للغاية وهناك تفاهم بأن تسوية هذه المشكلة في بعض الحالات يمكن أن يؤدي إلى بعض التنازلات هذا غير مريح بالنسبة لأوكرانيا ولكن هذا أمر مطلوب لأطراف أخرى وبالنسبة لي أعتقد بأنه كان من المفترض أن يتم تنفيذ العقوبات بشكل عندنا أي استثناء لأن هذه الاستثناءات قد تقدم إشارات لروسيا بأن تستمر في عدوانها ولكن بالطبع الأمر يعود إليهم باتخاذ هذا القرار في هذا الصدد الجزء الأساسي في العقوبات لا يزال قائما ونافذ الاتحاد الأوروبي سوف يفرد المجموعة السابعة من العقوبات استكمالنا لما سبق من العقوبات وأنا أعتقد أن هذه العقوبات ضد العمال العدائية الروسية سوف تؤثر على الاقتصاد الروسي وعلى غالبة البنوك الروسية ومستثناء مسألة الغذاء وأعتقد أن الجزء الأساسي من العقوبات مستمر ونافذ ويؤثر على الاقتصاد الروسي ميكولا زاميكولا كبير البحثين في المعهد الوطني للدراسات العسكرية والاستراتيجية كنت معنا من كييف فشكرا لك حصاد اليوم مستمر معكم من الغد فيه بعض الفاصل سونيك واتراس إلى المرحلة الحاسمة من المنافسة على منصب رئاسة الحكومة البريطانية دعوات للجنائية الدولية للتحقيق فيما وصف بمجازر ارتكبتها القوات البريطانية في أفغانستان اهلا بكم من جديد في الحصاد وهذا تذكير بأهم العنوين العراق يقارر سدعاء السفير التركي ويطالب أنقرة بسحب قواتها من جميع أراضيه بعد قصف ذي هوك مجلس الأمن والدفاع السوداني يطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد من وصفهم بدعاة الفتنة توجه أوروبي لرفع بعض العقوبات عن روسيا لحملها على السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية وصل ريشي سونيك وليستراس إلى المرحلة النهائية لزعامة حزب المحافظين في بريطانيا وحصل السونيك على مائة وسبعة وثلاثين صوتا بينما حصل التراس على مائة وثلاثة عشر صوتا وبعد ذلك يختار المنتسبون للحزب وعددهم مائة ألف عدو أحدهما في تصويت عبر البريد على أن يحسم الأمر في الخامس من سبتمبر المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ينضم ولينا من لندن كامل حواش الكاتب والباحث السياسي أهل بك معنا سيد كامل سونيك حاز مائة وسبعة وثلاثين من أصوات النواب وتراس حازت مائة وثلاثة عشر هل نعتبر أن سونيك بثالك هو الذي سيفوز الانتخابات على مرحلتين الأولى كانت من ضمن عضاء البرلمان وهما حوالي تربية وخمسين شخصا هم من اختاروا هذين الاسمين سونيك كان في المقدمة من أول جولة ولكن تراس لأول مرة تصل للمركز الثاني فالذي حصل الآن هو ننتقل للجزء الثاني من الانتخابات وهي عندما يقوم أنتم قلتم حوالي مائة ألف يقال أن العدد قد يصل إلى مستين ألف والغريب هو أن نحن قلنا مائتي ألف نحن قلنا مائتي ألف نعم تفضل المهم أنه هذا رقم سري ما الذي تعنيه بكلمة سري أعضاء أعضاء حزب المحافظين رقم سري نعم نعم هذه مفارقة أنه يعني لا يقول هناك عدد محدد مثلا مائتين ألف وخمس أوليو المهم هؤلاء هم الوحيدون طبعا من ضمنهم عضاء البرلمان لأنهم عضاء الحزب الذين يصوتون على هذين الإسمين خلال الشهر القادم واستطلاعات الرأي كانت دائما تقول إلى حد الآن أن إن كانت تاني موردن أو لينستروف على هي في المركز الثاني فهذه السيدة أو تلك هي التي تتربح الانتخابات لأنه بين أعضاء الحزب ريشي سونك ليس له نفس الشعبية فالتنبؤ بما قد يحصل صعب ولكن لينستروف يعني القوة خلفها إذا أردت بعد أن كانت في مركز متأخر أصبحت الآن حصلت على عديد من الأصوات وهي تمثل إلى حد ما التيار اليميني في حزب المحافظين وهي لديها سياسة مختلفة عن سونك بأنها ستكون مع تخفيض الضرائب بسرعة حتى الاقتصاد يبدأ للعودة إلى ما كان عليه قبل الجائحة وقبل غلاء الأفعار ريشي سونك وهو يعني طبعا أكثر شخص بما أنه كان رئيس مزير الخزانة يعرف التفاصيل بإمكانية تخفيض الضرائب والتداعيات وغيرها هذا ما يواجه الأعضاء هو هل يذهبون مع للتراس وهي تتحدث عن تخفيض الضرائب أم يذهبون مع ريشي سونك وهو يقول لا طيب على ذكرك يا سيد كامل العام الاقتصادي في بريطانيا حاليا يعني ريشي سونك كان وزيرا للخزانة الوضع الآن أن التدخم في بريطانيا تجاوز ربما عتبة التسعة بالمئة هو رقم مخيف للبريطانيين بطبيعة الحال هل سيطيح هذا الرقم فقط دون غيره يعني بسونك يعني هو أولا عدا عن خبرته الطويلة وخبرته بالخزانة هو شخص يعني يقول عنه باللغة الإنجليزية أنه يعني مميز من ناحية إعلامية إذا أردت يعني هو سليك هذه العبارة الذين يستعملونها يعني يقدم الشيء بطريقة يتفهمها الجمهور أما ليستروف في تقديمها للأمور ليست بنفس المقدرة حتى اتهمت بأنها مثل الروبوت عندما تتحدث يعني ولكن ما هي تقوله هي أن موضوع الاقتصاد هي برأيها مهم جدا أن يتم تخفيض الضرائب لأنه إذا لم يتم هناك لكون هناك نمو في الاقتصاد فلن يستطيع تجاوز المرحلة القادمة وأيضا أن ذلك سيساعد العائلات التي فعلا في بريطانيا هناك تخوف كبير جدا بالذات بعد أكتوبر عندما ترتفع أفعار الطاقة مرة أخرى أن هناك عائلات وهناك مثلا المتقاعدون عن العمل من الصعب جدا أن يزيد مدخولهم فيعتمدون على ما تقوم به الحكومة لمساعدتهم طيب الآن يا سيد كامل فكرة أن بوريس جونسون ألمح في اجتماع مجلس اللوردات الليلة المناسبة الليلة ألمح إلى دعمه للخطة أو المصار الاقتصادي لتراس هل نعتبر بذلك أن جونسون مع تراس قلبا وقالبا هو لا يريد أن يترك منصبه أولا يعني لكم واضحين حتى عندما اليوم ألقى خطابه في مجلس العموم أنهى كلمته بعبارة أستل بيبي أي أن رابكم بالمستقبل وهذا لا ندري ما معناه هو دائما ينظر إلى تشيرتشيل الذي كان رئيسا للحكومة ثم ترك ذلك وعاد بعد فترة فربما لديه بعض الأحلام بالعودة النقطة الثانية هو طبعا يجب أن لا ننسى أن من بدأ الضغط على جونسون ليستقيل كانوا اثنان وهم ساجد جافد الذي استقال أول واحد وبعد عشر بقائق كان ريشي سونك فمن الصعب أعتقد أن يقول جونسون وحسب ما نرى من جونسون أن يرشح من أطاح به ولكن بنفس الوقت للسطرف بقيت في الحكومة ودائما تتحدث عنه بطريقة إيجابية فإن كان سيختار بين هذين الاثنين لا أستغرم أنه يفضل للسطرف طيب سؤالي الأخير سيد كامل على ذكرك أنت أن جونسون لا يريد أن يغادر داونينغ ستريت لحظنا ربما الحالة الترامبية في المغادرة لحظنا أشياء عجيبة لأو مرة نراها في الولايات المتحدة وترامب يغادر هل تتوقع أن نسجل أيضا الحالة الجونسونية في لندن الحالة الجونسونية في لندن هو أنه معه شهر على الأقل ونصف ليستمتع بالسكن في تندانيغ ستريت والتشاكرز كان ينوي أن يقيم احتفالا بزواجه في تشاكرز وهي المرضى الذي يذهب إليه رئيس الوزراء ولكن بعد أن انتقد على ذلك سحب هذا الموضوع فأعتقد أنه من الآن اليوم أنه موضوع وجوده في البرلمان كمتحدث يوم الأربعاء السؤال والجواب لرئيس الوزراء انتهى الموضوع وقال مع السلامة يعني هو ترك ولكن ما لا نعرفه إذا حدث يعني استثناء مثلا كما حصلت حرب الأوكرانيا وروسيا كيف سيتصرف وهو مغادر فهذا ما يتصل عليه البعض ببعض القلق وعلى فكرة هناك من يريدون في حزب العمال المحافظين عفوا من يريدون أن يكون اسمه هو أيضا على لائحة الانتخاب لأعضاء حزب المحافظين لأنهم بدأوا بدأ البعض يقول أنه كان من الخطأ أن يفرق جونسون الكاتب الكاتب والبحث السياسي كامل حواش كنت معنا من لندن فشكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كشفت تحقيقات صحفية غربية عما وصفتها بجرائم حرب ارتكبتها القوات البريطانية في أفغانستان حيث تعمدت القوات بقتل رجال غير مسلحين وطالبت صحيفة جلوبل تايمز الأمريكية المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في تلك المجازر خاصة بعدما نشرت شبكة بي بي سي البريطانية فضائح القوات البريطانية في أفغانستان منذ أربعة أعوام تقريبا ضجت بريطانيا بتحقيق صحفي أظهر بأن قوات بريطانية تعمدت قتل أفغانيين معتقالين ورجال عزل في ظروف مريبة وارتكبت أكثر من ستمائة جريمة مزعومة ثم أغلق التحقيق بسبب عرقيل عسكرية بحسب روايات ضباط إلا أن هذا الملف عاد اليوم إلى الواجهة صحيفة جلوبل تايمز الصينية طالبت المحكمة الجنائية الدولية في تقرير لها بالتحقيق في مجازر البريطانيين خاصة بعد أن نشرت شبكة بي بي سي البريطانية فضائحة لجراء ما نفذتها القوات البريطانية في أفغانستان التحقيق تحدث عن مهمة للقوات الجوية الخاصة S.A.S حين أرسلتها بريطانيا إلى أفغانستان لمدة ستة أشهر عام 2011 كانت أغلب نشاطات السرب في ولاية هلمند التي تقع جنوب البلاد يقول التحقيق نقلا عن أحد الشهود إن الأسراب التابعة للقوات البريطانية كانت تتنافسه مع بعضها بعضا لتسجيل أكبر عدد من القتلى ووفقا للتحقيق الصحفي فقد كانت القوات الخاصة تتبع خطة أخرى غير القتل أو الأسر لعناصر طالبان خطة قال شهود من القوات الجوية البريطانية إنها كانت تعرف بخطة وضع السلاح حيث رجح التحقيق أن تكون إحدى الوحادات العسكرية قد قتلت بشكل غير قانوني أربعة وخمسين أفغانيا غير مسلح خلال مدهمات ليلية وتبعت الافتتاحية أن وزارة الدفاع البريطانية تزعم أنها أجرت تحقيقات مكثفة في سلوك القوات البريطانية في أفغانستان والعراق لكن في الواقع لا يتم التحقيق في 90% على الأقل من مزاعم جرائم الحرب ورأت الصحيفة أنه يجب على المحكمة الجنائية الدولية أن تفتح على الفور قضية ضد القوات البريطانية والأمريكية والأسترالية بتهمة القتل العشوائي في أفغانستان من جانبها بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في البلاد لكنه حتى الآن موجه ضد حركة طالبان وأكدت الصحيفة أن المحكمة الجنائية الدولية تحتاج إلى تعزيز العدلة القضائية وكسب ثقة جميع البلدان من خلال أنشطة قضائية أكثر استقلالية وموضوعية وحيادية ينضم إلينا من فيرجينيا دكتور ريتشارد وايتس خارجي الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد أهل بك معنا دكتور ريتشارد سؤالي بمنتهى حسن النية لكن ربما تبدو مفرداته قاسية بعد الشيء حسب هذه التقارير سؤالي هو لماذا تلاحق الفضائح القوات الأمريكية أينما حلت سمعنا عن فضائح في فيتنام، سمعنا في الصومال، رأينا في سجن أبو غريب في العراق، رأينا في أفغانستان بالتأكيد إن الحالة تحديداً التي نتحدث عنها متعلقة بالقوات البريطانية وليست الأمريكية نحن لا نعرف إذا كان هناك نزاع يضم القوات الأمريكية أو البريطانية أو الروسية التقارير المتعلقة بالقتل بشكل عشوائي والإدرار بشكل عام أنا محبط وغير متفاجئ بمثل هذه الاتهامات ضد قوات البريطانية وتوروتهم في مثل هذه الممارسات في أفغانستان طيب الآن نحتاج إلى مزيد من الترجمة الآن يا دكتور ريتشرب طيب الخبر يقول ما تم كشف عنه طبعاً معلوم في البداية أن بريطانيا وغير بريطانيا كانوا موجودين في أفغانستان بعد أحداث البرجين يعني تحت إمرة الولايات المتحدة هذا أمر لا خلاف عليه الخبر يقول أن فرقة تدعى S.A.S. في العام 2011 وهي مهمة للقوات الخاصة الجوية البريطانية بالمناسبة بالتنسيق مع القيادة الأمريكية قامت بتفتيشات ليلية وفي إحدى عملياتها ربما تجاوز عدد قتل 54 مدنياً غير مسلح ألا تعتقد أن القيادة الأمريكية لم تكن تعلم ذلك؟ لا أعرف تحديداً نحن نعرف أن هذه الاتهامات في هذا الوقت أثيرت من قبل مسؤولين أفغان في تقارير صحفية لخلق حالة من التركيز على تجنيد طالبان للمدنيين في ذلك الوقت وكان هناك قنابل استهدفات المدنيين واستهدفات مواقع عسكرية آنذاك كانت هناك معرفة عامة في ذلك الوقت في أفغانستان وتقارير بشأن مثل هذه الحوادث لكن أنا لا أعرف تحديداً مدى دقت هذه التقارير هناك طبقات مختلفة من الفدمة العسكرية وكان هناك رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأمريكي قد تحدث عن بعض وجه القلق وأيضاً في الكونغرس وأيضاً في البرلمان البريطاني كان هناك أيضاً مناقشات لمثل هذه الممارسات سؤالي الأخير لك يا سيد ريتشارد أنت خبير في الأمن والعسكريات يعني وهنا سؤالي الأخير ألا تعتقد أن البينتاجون مسؤول بأي شكل عن هذه الفضائح؟ ربما يكون هناك بعض الناس في البينتاجون في وقت ما تصرفوا بطريقة غير سليمة وهذا يخضع للتحقيقات إذا ما أمكن لا أقول للبينتاجون بالكامل ولكن ربما لبعض المسؤولين تحديداً في وزارة الدفاع ممن عرفوا عن هذه الأمور ولم يتصرفوا لإيقافها أو لوقف مثل هذه الجرائم دكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد كنت معنا من برجينيا فشكراً جزيلاً لك ختام حصاد اليوم من قناة الغد في القاهرة نذكركم بأهم العنوين العراق يقارر صدعاء السفير التركي ويطالب أنقرة بسحب قواتها من جميع أراضيه بعد قصف ديهوك مجلس الأمن والدفاع السوداني يطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد من وصفهم بدعاة الفتنة توجه أوروبي لرفع بعض العقوبات عن روسيا لحملها على السماح بتصدير الحبوب الأوكراني إذن وصلنا إلى نهاية الحصاد في أمان الله